يا سيدة الدكتورة عايزين نخش على 21 ديسمبر على طول؟ طيب أول ما هتروحي كده همسكك على طول ما تروحيش كده أو لكده خليك معايا في الإلهام 21 ديسمبر بس هريكي سألتني سؤال أما هو ده الوقت أما بعد مخلص 21 ديسمبر سؤال ده أهم طيب أوكي نمتعي في 21 ديسمبر هنقول إيه شعب المايا هما يعني المايا دي كانت مملكة في أمريكا الجنوبية من ضمن ثلاث مملك رئيسية لهم الأستيك والإينيا أستيك أستيك مش أستيك يعني أستيك والمايا والإينيا المايا من أهم المملك اللي كانت ليها اتصالات بنوعية مكيئنات هنتكلم عليها في موضوعنا النهاردة لكن هي نقطة أن المايا حطوا تقويم اشتهروا بأن تقويماتهم الفلكية والحسابات العدية بتاعتهم شديدة تدق يعني حصلت منها حاجات كتير جدا تنبقوا بكذا تنبقوا بعاصف شمسية في سنة كذا تنبقوا بنيزك هيسكت على الأرض سنة كذا ومشارفة إيه وكل التنبؤات دي جات دقيقة جدا نقطة أنهم كتبوا بحساباتهم أن يوم 21 ديسمبر بما يعادليني 21 ديسمبر 2012 أن ده هيبقى ارتطام لكوكب نيبرو وحصل الدعاء يعني احنا هنشوف بعد كده ده الدعاء مش وليس حقيقة حصل الدعاء أن كوكب نيبرو هو أحد الكواكب المرتبطة بالمجموعة الشمسية واللي بتاخد دورة بتبقى من حوالي 3200 سنة لـ 4100 سنة وأنه هو كوكب شديد يعني له كسفته عليه جدا فشديد المغناطسية وأن اقترابه ومجرد اقترابه حتى لو مرتطمش بالأرض الكوكب ده هيعمل يعني إيه أزمة كارثية تعادل زي الأزمة اللي كانت اللي هي قضت على الدناصرات قبل كده 150 مليون سنة تقريبا نقطة طب أنا ممكن لا أنا ممكن يعني أعجل بس أشرح الموضوع وبعدين نعرض الفيديو يعني عايز أشرح بس نبزع الموضوع وبعدين نعرض الفيديو النقطة زي ما قلت لحضرتك كلام ده كله كذب ناسة روجت يعني أخدت من المايا زي أن في حاجة اسمها نبوءتنا سترداموس سترداموس ده كان متنبئ فرنسي وعمل نبوءات كتيرة جدا وأنا أشك أصلا يعني كل الناس يعني بتتكلم عن نبوءاتنا سترداموس وكده أنا أشك الكلام ده كله كله خدع ليه؟ لأن أنا شفت نبوءاتنا سترداموس الأصلية من اللي كتبها الأصلية مختلفة تماما عن حاجات بتروج دلوقتي هل سحر اللي قبل المعموت أقول أنه أخذ حالة دي من كتب قديمة عربية؟ ما هي دي برضو من أحد النقط لما نفتح الموضوع فيه ناس هتعترض على حاجات أنا هجيب مثلا أدلة من القرآن والسنة إن شاء الله ولكن فيه نقطة الناس مش عارفة أن في خلال مؤمر التزييف التاريخ تم تمس حاجات كتير جدا من ضمنها أحاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت أحاديث بتتكلم على النبوءات المستقبلية واللي إحنا فيه دلوقتي وكذا فيه أمور تم تمسها معمد وفيه أمور خاصة بعلماء المسلمين ما زال بعض أقشارها موجود وتكلم عنها ناس كتير جدا زي قزويني زي الإدريسي زي ابن خلدون تكلم عنها زي ابن فضلان وبن فضلان ده كان يعني الخليفة العباسي توكل بالله بعتوا أصلا رحلة عشان يستبيين الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اللي هو موضوع جو في الأرض المهم نرجع للمرجوعنا اللي هو أحداث 21 ديسمبر هما كانوا بيعدوا يعني ناس روجت خدعة كوكب نيبرو وعملت على ترويجها بين الناس وكذا وروجت الناس تربطها بنبوءة كويكي بالعذاب اللي هو هيجي في آخر الزمين كل الكلام ده خدعة كل الكلام ده أي كلام لما ابتدينا بقى ان احنا من سنتين نشتغل على ان الكلام ده أي كلام والكلام ده خدعة جميرة جدا بترويج على الأرض والكلام ده علميا خطأ وابتدى بقى يدخل بقى ناس علماء وفضحت الموضوع دوت وفضحنا بكذا حاجة في دولة كثيرة يعني اضافة بقى لإيه نحنما اتكشفوا في إيه هما كانوا عايزين لما اتكلمنا الخلقة اللي فاتت على مشروع اللي هو الجن الفضائي اللي هو نص مليون أمر صناعي انتشرت حوالين الأرض قلنا ان من أحد مهم هذه الأقمار الصناعية متنهية الصغر أحد مهمها تسليحية وهي تسليط موجات المايكرو ويف وموجات الماجناتك فيلد وكده لكن لها مهمة تانية الأقمار دي مركب عليها نظام يعني أنا هشرحه ببساطة ان هو نظام مراية نظام المراية ده معمول ليه؟ عشان الخدع اللي هتحصل الفترة الجاية داخل فيها ما يسمى مشروع شعال أزرق داخل فيها مشاريع الهولوجرام الهولوجرام ده عبارة عن إيه؟ الهولوجرام ده عبارة باختصار عشان يعني ما ما هو أنت بدخلتيني بحتة تانية؟ ما هو ده في موضوعنا ده في موضوعنا ده في موضوعنا والله هقول لحضرتك ده في موضوعنا ده في موضوعنا مش خارج ليه؟ الهولوجرام ده عبارة عن إيه؟ الهولوجرام ده عبارة عن استخدام الليزر لازرق سلاسي الأبعاد إنك تعمل مجسمات سلاسية الأبعاد نشوف شكله وهو مش موجود يعني قادر إن انت تعمل مجسمات سلاسية الأبعاد الهولوجرام ده هيشتغل كتير جدا معنا الفترة الجاية لأنه هيدخل هقول لحضرتك هم بقى كانوا عايزين يعملوا موضوع ارتطام نيبرو ليه لأنهم عايزين يحدثوا كارثة أرضية هيرجع الناس يسألوني زي المرة الفترة هم ليه بيحدثوا كارث عشان حروب الإبادة عشان هم مش هيبتدوا نظام العالمي الجديد غير ما يكون على الأرض مليار نسمة ده في كل قوانينهم وموصق في كل قوانينهم وموصق في كذا حاجة اللي هم تنوريين اللي هم المسكين العالم العالم دلوقتي زي بعض سباب كتير برضو هقول لهم ليه بيعملوا الكارث دي يعني هقولها إن شاء الله بس هي النقطة أنه هم كانوا عايزين يعملوا خديعة نيبرو بالهولوجرام زي استخدام التقنيات زي التقنيات اللي كلمنا عليها المرات اللي خاتت زي هاربو داخل معنا حاجات تانية يعني مباش في نيبرو حيرتطم ولا حاجة بس هو يصور ومرسامات ولا التاريخ الميلادي اللي معنا ده هو التاريخ الميلادي السليم ولا أصلا يعني في أمور كتير حصل تزييف فيه زي ما قلت حضرتك ما دخلناش في حاجة عشان حتقولك التب السليم إيه فحتشرحيه وضعنا في حتة تانية لما أثبتنا أن موضوع نيبرو ده خاطئ وكان برضو من أحد يا كاذر علماء في العالم أه أه من روسيا منين من روسيا من روسيا ومن الصين ومن أمريكا نفسها ومن كذا وطلع على فكرة برضو يعني أنا مش عايزة عادة شغل فيديوهات كتير بس طلع برضو عالم كان واخد جائزة نوبل وقال أن الموضوع ده كله أي كلام أن أمريكا بتعد لخديعة الغزو الفضائي ليه؟ لأن الماين أو اللي هما المايا كانوا كذبين أن ده رجوع ما يسمى الأنوناكي أو الأنوناكي دول هما إيه؟ الأنوناكي دول اللي هنتكلم عليه هم أن دول راجعين الأرض عشان يحكموا الأرض تين فهيبيدوا ما خلقوه وده برضو من الأحد الحاجات اللي بتخدع الناس أن هما عايزين يثبتوا للناس أن الأنوناكي أو الكائنات الفضائية اللي إحنا هنتكلم إيه هي الكائنات الفضائية دي؟ أن هما اللي خلقوا البشر في الأساس لا يوجد فكرة إليها ثم خلقوا البشر وأن الهايبرد دي على فكرة الكائنات دي برضو زي ما هنذكر هي بارعة جدا في عملية التهجين وهنقول عمل التهجين لإيه بالزبط وعملت إيه بالزبط وناسا مرسخ علمائها وخاصة واخد علماء عظام جدا من معهد اسمه وصرف عليه مليارات الدولارات عشان ترسخ علمائها لفكرة أن هذه الكنات فضياء اللي احنا هنتعرض لها أمنين نتعرض عليها تكلمي فيها حضرت تكلميني دلوقتي على المخروب اللي حتحصل بكرة فهم المعين أيلين أنه هو استضام كوكب نيبرو هيبقى فيه يرجوع الأنوناكي لأن الأنوناكي دول سكنين كائنات الفضائية دي فيه منها أجناس من كوكب نيبرو كلام ده كله خاطئ والدليل على الكلام ده يعني حصل عبط في الموضوع ده أنهم حاولوا عملوا تجارب بالهولوجرام على حكاية الصدام عملوا تجارب سنة 2009 أو سنة 2010 عشان يعملوا الخد على العالم في 2012 الكيجبي صور يعني مش الكيجبي فيه برانش يعني في روسيا صوروا المواضيع دي التجارب اللي كانوا يفتعوا بها العالم وفي الصين فظهرت حكاية الشمسين وظهرت الكلام ده كله أي كلام ابتدوا باقي لعبوا على حاجة تانية قالوا تعامدوا للشمس ده آه على النداء اللي هو الجالاكتك الالاينمنت اللي هو إيه في يوم 21 ديسمبر وخاصة بالزبط الساعة 11 و 11 ديئة صباحا بتوقيت جرينتش لو عندنا العيبة فشر ولا واحدة هنا واحدة و 11 ديئة يعني 11 و 11 صباحا توقيت جرينتش هيحصل التعامد التام بتاع المجرة وبتاع كواكب المجموعة الشمسية كلام ده زائف يعني هم بيروجوا إن التعامد ده هو زائف هو التعامد ده مفروض نحامل بل بوصوله ده برضه آه المفروض التعامد ده إحنا موجودين في نظام طاقة متوازنة في خلال يعني يعني إحنا دلوقتي موجودين في مجموعة الشمسية إحنا عارفين الكواكب مثلا متاعتنا وكذا وكذا موجودين في نطاق طاقة محدد وفي مدار محدد بطاقة فيها قوة جذب وقوة رفض بحسنة هنبقى في حال التوازن إحنا حصل التعامد ده هيحصل مجال طاقة كبير جدا إضافة لزيادة النشاط الشمسي في الفترة دي إن ده ممكن يعمل مشاكل كتيرة على الأرض من ضمنها إن يحصل مثلا زلاز البراكين فيها عشاعة جامعة كبيرة جدا هم بقى بيرواجوا إن هيحصل قاطع الكهرباء تلات يم إن هيحصل قاطع الوسائل المسطوط ابتدوا يرواجوا بين الناس إن ممكن يصحب زيادة مثلا نشاط عشاعة جامعة على الأرض إن هيبتدي يصحب شيء من الكوارث احتراق على مثلا الأرض كذا 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 فبينصحوا الناس نوم ياخدوا شيلترز أو ياخدوا عماكن حماية يخزنوا أكل شوية يجيبوا بطاريات كهرباء الكلام ده كل يبقى معهم مثلا شاكتات حماية يبقى معهم آه أوكي كلام ده أي كلام كلام ده أي كلام لأنه وضع وضع إحنا اللي همنا في المجموعة الشمسية من أكبر كوكب اللي تهميني هي المشتر مشتر عام كوكب في المجموعة الشمسية أنا مش في داخلت مين اللي يعمل ده ده دهوقتي يعني هم بيشرحوا بقولوا خطأ مش مهم دهوقتي نعرف الخطأ أنا مهم بيكلموا على ده عشان يستفيدوا منه في حادة تانية عشان يستفيدوا منه اللي هي إيه بقى إنه هم مش هتحصل بس يستفيدوا منه في حادة تانية ما هقول لحضرتك حاجة 21 ديسمبر 2012 أوكي بالزبط زي سبتمبر 11 اللي حصل يعني سبتمبر 11 كان له يعني ده عايز أفتحه موضوع كبير قوي أوكي ليه هم إنه موضوع تفجير البورجين في سبتمبر 11 ما كانش مجرد عشان بداية المخطط للغزو العالم الإسلامي وطوريته في مسمى الإرهاب الإسلامي ده كان له كذا هدف أوكي يوم سبتمبر 11 من الأيام اللي تعني حاجة مهمة جدا عند في علوم الكابالة أو في علومهم وهم في الأيام اللي تعني بالنسبة لهم حدث أوكي معلش تديك نبزة أدي لحضرتك بس نبزة بسيطة إن رقم 11 عمتا ولما تكون مجموعة الأرقام تعني 11 دي تعني عند الكابالة حاجة مهمة جدا اللي هو تجاوز الإله أنا مش هدخل في تفاصيل كتير بس ما يبقى فيه حاجة 9 وبعدها 11 أوكي رقم 10 هو الخاص بالإله رقم 11 تجاوز الإله دي الدماعة السحرية أو الشدق السحري اللي هم المتنورين ده ناحل متع السحر عند المتنورين ففيه سنوات معينة وفيه تواريخ معينة لازم يقدموا فيها ما يسمى بوضحيات دموية للوسيفر لأن ده للشيطان أو لأن ده بيساعدهم وده على فكرة الناس ما سموك تتحك أو تفتكر ده فيلم وبتاع لا لا ده حقيقة ده حقيقة وعلى فكرة يعني أنا من غير ما حدك تقولي أن أنا بحوض على موضوع تاني كل قادة العالم دي بيكتمعوا السنوين في حاجة يعني أكيد في البعض سمع أنها اللي هي اسمعها النادي البوهيمي وبيقدموا اضحيات دموية وكذا وكذا فالناس ممكن تفتكر أن ده فيلم رعبة أو أي كلام أو فيلم خال معلش سمحوني دي الحقيقة سبتمبر 11 كان من أحد أهدفه أنه هو أضحية دموية هم عايزين يقدموا أضحية دموية في في 21 دسمبر إضافة لموضوع بقى محاولات فتح البوابات النجمية اللي هم في حاجات ما نكحوش فيها لغاية دلوقتي أنهما فتحوا البوابات النجمية هنشرح بقى يعني إيه فتح قلت لحضرتك 21 دسمبر 2012 ده تاريخ حدث عند الألوماناتي هم كانوا محتاجين يقدموا أضحية دموية فيه أضحية دموية كبيرة أوكي تاني حاجة فيه احتمال تحصل مشكلة في حتة يعني هو فيه فيه احتمال تحصل مشكلة وفيه احتمال تبقى بداية مخطط خداية الغاز والفضائي هم كانوا مزمين عايزين يعملوا بدايته من 21 دسمبر عشان كده كان بيرواجوا لنيبرو أو كده اللي احنا هنتكلم عنه أوكي ففيه احتمال كبير عشان كالواحد عايز يفتح الموضوع ده النهاردة لأن الناس مستمتعرفش حاجة عنه أوكي كنا بنقول أنا دراية مش بقول أنا دراية عايزة أقول بس أخش 21 دسمبر فيه فيلم عندنا موجود آه ممكن آه وريني أمير الفيلم وتكلم عليه آه ونتكلم عليه أوكي تجاهز المور كنت تتعمل إيه ف طيب دلوقتي يعني هنا مثلا معنا الفيديو إنه هو كانوا بيروجوا هو ممكن ناسمع الصوت الصوت يا أميرة يعني كان بيروجوا الأول موضوع ارتطام نيبرو الكلام ده وتأي كلام خلاص يعني عديري ده أخلاص أثبته إنه هو أي كلام آه بيقولوا إيه هنا إنه هو أصلا لو كان هيرتطم بالأرض في الفترة ديت لكن لازم إنه هو يكون في مدار المشترة خلال اليومين اللي فاتوا وده ما حصلش ولا هو ظهر في المدار ولا حاجة آه لكن اللي هو المنتظر وده برضو من أحد الأكاذيب اللي هي الجالاكتك الانمينت أو اللي هو الاستفاف المجرة وإن دوت حدث يعني بيحدث كل دورة مجرية قد كده والكلام ده برضو خاطئ لأن حتى أوضاع الكواكب الفترة اللي فاتت ليست في الوضع اللي هي يسمح لها إن هي تبقى في الجالاكتك الانمينت خالص هم بيرتبوا إنه يبقى فيه حدث أيوة الترتيب ده علشان فيه احتمال يعملوا حدث هم اللي صنعينه هو حياة بقى الحدث ده إيه حياة الحدث ده إيه والناس يعني أنا مش عايزة أخذ حاليا هم في حالة حتبان لنا على شاشة في الفيلم لا هو ده بقى اللي بترواجه نيسا إنه هابتقول لهم هيحصل إضافة للالاكت من دوت هيحصل نشاط شمس هيتبقى في أشعيات جمى كتيرة على الأرض وهيحصل زلازل اللي هو مفروض بكرة يعني وهيحصل زلازل وهيحصل كذا فبتنصح الناس إنه هم يبتدوا اللي هو التعليم الأول يحضروا تمام وسائل حماية وسائل أكل وكذا وإن الخطوط الاتصال هتتقطع والكهرباء يعني أقل القليل ده تعليم ده طالع ناسا هتتقطع أيوة ده تعليم ده ناسا إنه هي هتتقطع تلات أيام الكهرباء والكذا والكذا هو الحقيقة في موضوع اللي هم نويينه ونكنتش عايزة أخد فيه النهاردة بس الموضوع ده عليه إثباتات كتير وهو يسمي مشروع إنوخ مشروع إنوخ ده رابط اللي حصل الفترة ديت واللي حصل كله إنه هم هيحدثوا الكوارث دي هم بصدد ابتداء يعني هم تدوعة من زمان بس هابتدوا بقى بصورة جمدة جدا تدوعة من زمان في زلزال اليابان ابتدوها في التصنامي بتاع حيتي تصنام بتاع حيتي ده مصنع بالكامير زلزال اليابان كان فيه تحرك لطبقات تكتونية اللي هي بتاعة الأرض كان هيحصل زلزال هم تدخلوا بهارب إنوه يخلوه كارسي جدا وإنو نفجروا لها المفاعل بتاعه الحكين دولت الحلقة جاية إن شاء الله تريبين الإسباب بتاعهم كلامك اللي بتقولي ده أيو إنما يعني حكايات هم الكارسة اللي هعملوها دي اللي هيعملوها محضر الله من زمين ومن أكبرها إن هم هيعملوا زلزال جامد جدا في منتصف أمريكا بيحضروا من فترة وزرعين وهنشوف مع بعض هم من فترة ودي تسريبات يعني زرعين كويلز في أخدود في منطقة مدينة سمانيو مدرد وزرعينه للطبقات العميقة في الأرض لأن هم لما عملوا الزلزال ده هيأسم أمريكا وهم حطين يعني المتنورين حطين في كل مخططاتهم إن هم هيعملوا على شطر أمريكا أمريكا هتتقسم أوكي وده في كل مخططاتهم إن عجلا أو عجلا هينفزوا دي عشان الناس تفتكر أوكي هم هينفزوا دي ومحتوطة في كل مخططاتهم ويشتروا أمريكا فهما هيبتدوا سلسلة هيشتروا يعني هيشتروا أمريكا ومحضرين لده من منطقة اسمها نيو مدرد الناس مش هتسدى وتقول لك إزاي هم يدمروا أمريكا هم بقالهم فترة على الفكرة بينقلوا نشاطاتهم لمنطقة الشرق الأوسط وهو شعب الأمريكان إن عارفوا طيب واللزيزوا عن نياتهم هل هم أفف يعني شعب أفف مثلا مش قادرين يعني ما يقدروا يصوره على المتنورين وعلى عفارية الزرق وعلى كل اللي هناك هقول لحضراتك إحنا لما هندخل في الملف بتاعنا هنعرف إن في حكومة أخرى مسيطرة على حكومات العالم ولا تعنيها أي الشعوب لا يعنيها الشعب الأمريكا ولا الشعب بتاع ولا أي كلام وعلى فكرة الهجم علينا مثلا في الشرق الأوسط مش بس هجم على الإسلام إن هو الديني الواحد الموجود ولا إن المنطقة متدينة آه هي هجم على الإسلام والكلام ده كله لكن أساس الهجمة إن منطقة شرق الأوسط وأفريقيا بالذات لم يكتشف إلا حوالي 20% بس من موارد هي المنطقة الحاليا اللي هي سلة الموارد بس من موارد